اشتركوا في القناة علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ورضع الميزان ألا تطغل في الميزان وأقيم الوزن بالقصط ولا تخسر الميزان والأرض رضعها للألام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آماء ربك ما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارد من نار فبأي آلاء ربك ما تكذبان ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبنيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهما والمرجان فبأي آلاء ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربك ما تكذبان كل من عليها فان مرج البحرين يلتقيان ويبقى وجه ربك ما تكذبان ويبقى وجه ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شاء فبأي آلاء ربك ما تكذبان سنخرج لكم أيها السقلان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يرسل عليكم أشواز من نار والحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربك ما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يحرف المجرمون بثي ما عروا فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربك ما تكذبان 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 ومن دونه ما جنة عمال فبأي آلاء ربك ما تكذبان ندهان متان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيما عينان الله خطان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئان متكئان على ربك ما تكذبان تبارك في ربك في الجلال والإكرام صدق الله العظيم